همسات سوري كل يوم احكذا حكاية سوري وبس على عربة بالثلاثة دوالب ومنذ سنوات عديدة يبيع قدر شربتشي الحلويات في السوق القامشلي يقف منذ ساعات الصباح الأولى كل يوم متحديا برد الشتاء وحر الصيف بعد عناء العمل اليوم والوقوف للساعات طويلة على قدميه يعود شربتشي إلى منزله برفقة عربته التي تغير لونها نتيجة سنوات العمل الطويلة حامل الطمأنينة والدفئ لأسرته 25 سنة كانت العربية يعني بالنسبة لي كانت ممتعة بالنسبة لي أطلع في العربية ما لي متجول أوقف مكان سابق القامشلي من العمودة مالت لي حوالي القامشلي كلها بترددوا لعندي بالنسبة للعربية عندي يعني باب رسقي هي ومرتاهمة وصلها معي 25 سنة يعني ما مستحيل أفرض في العربية بتلذكرة اللي يعني تفانيه في صنع الحلويات هو مصدر جذب الكثير من الزبائن حيث يقول حج عبد الصمت وهو مواطن من القامشلي بأنه يقوم بشكل يومي بزيارته لشراء الحلويات هو من أطيب حلويات بالقامشلي عم يسويها عم نشوف الحلويات بالمحلات طعمتها مو مثل طعمت اللي هو حاطت بهالعربية يعني شي بسيط وشغل فقرة يعني بتعرف بس شو وطلبية اللي أنت تريدها كمان أي طعمة رح يجيب لك على باب بيتك على محل ما تريده كمان يجيبها يوميا إذا ماك القطعة تحلو من عنده بعبده مستحيل معنات وأنا مديون مجابها أصعب الظروف ومحاولة تغلب على قصوة الحياة يحاول قدر شربتجي تأميل لقمة العيش لأفراد أسرته حسن حسين راديو روزانا ألقام شلي همسات سوري كل يوم حكاية حكاية سوري وبس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة